ألقت شرطة مانشستر القبض على أحد مشجعي مانشستر يونيتد بعد أحداث مباراة ليفربول التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وتأهل مانشستر يونيتد على حساب ليفربول إلى نصف النهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في دور الربع النهائي يوم الأحد على ملعب أولد ترافورد وشهدت مباراة مانشستر يونيتد ضد ليفربول أحداثاً مؤسفة من قبل جماهير أصحاب الأرض من خلال توجيه هتافات عنصرية خلال أحداث اللقاء وردت بعض جماهير مانشستر يونيتد هتافاً القتلت الضحايا دائماً في إشارة إلى كارثة هيلزبر عام 1989 التي راح ضحيتها 1996 مشجعاً لليفربول خلال مباراة نوتينغهام فورست بكأس الاتحاد الإنجليزي وألقت شرطة مانشستر القبض على أحد الأشخاص المتهم بتوجيه هتافات عنصرية ضد ليفربول بحسب ما ذكر موقع This is Anfield وقال متحدث باسم شرطة مانشستر لن يتم التسامح مع أحداث الهتافات المأساوية وسيتم التعامل معها بقوة الأحداث تجاوزت حدود ما هو مقبول وسنعمل مع كلا الناديين لتحديد أي شخص متهم بارتكاب مخالفات وفي نفس السياق انتشر مقطع فيديو لأحد مشجعي مانشستر يونايتد وهو يسخر من المصري محمد صلاح نجم ليفربول بعد نهاية اللقاء ونشر المشجع مقطع فيديو بعد نهاية اللقاء عبر X وهو يضحك بسخرية ويوجه رسالة للاعبي ليفربول ومنهم محمد صلاح قائلا وداعا مو اشتركوا في القناة